منتخب المغرب لمبطوري الاطراف في كأس العالم تركيا 2022 لمبطوري الاطراف يضرب بقوة ويفوز على منتخب ايرلندا 6 مقابل لاشيء الرجالة دول فرحونا النهاردة الرجالة دول يستحقوا الدعم يستحقوا التشجيع يعني ربنا مبتليهم بفقدان احد اطرافهم ولكن ما جلسوش في البيت وقاعدهم يشكوا المشكلة اللي عندهم لا لعبوا كرة لكرة القدم لمبطوري الاطراف وتميزوا فيها محليا وافريقيا وعربيا والان يمثلوا المغرب في كأس العالم لمبطوري الاطراف في تركيا ووقعوا في مجموعة صعبة جدا تضم البرازيل وايرلندا وايران وكانت اول مباراة النهاردة ضد ايرلندا وفوز عريض وكبير لمنتخب المغرب لمبطوري الاطراف في اولى مبارياته في دوري المجموعات من كأس العالم ستة مقابل لاشيء يعني بصراحة استحواز من اول دقيقة حتى اخر دقيقة وكانت ممكن النتيجة تكون اكبر من كده بكتير استطاع المنتخب المغربي السيطرة على المباراة من اولها لاخرها واحراز اهداف باشكال متنوعة بطرق لعب مختلفة ما شاء الله عليهم ياريت نعمل لايك ونكتب كلمة تشجيعية لهؤلاء الابطال في التعليقات ونسندهم طول البطولة وان شاء الله يوصلوا للادوار المتقدمة في كأس العالم لمبطوري الاطراف طبعا المباراة النهاردة كانت بين المغرب وايرلندا بدأت الساعة واحدة ونص بتوقيت المغرب وتابعناها والشوت الاول انتهت تلاتة مقابل لاشيء والشوت التاني ايضا تلاتة مقابل لاشيء يعني ستة مقابل لاشيء لمنتخب المغرب لمبطوري الاطراف المباراة اللي جاية هتكون قوية جدا جدا امام المتخب البرازيلي المغرب والبرازيل هتكون غدا ان شاء الله الاحد اتنين عشرة الفين اتنين وعشرين الساعة اتناشر ظهرا بتوقيت المغرب كل التوفيق لان المباراة الاخيرة ايضا هتكون بين المغرب وايران يوم الاسنين تلاتة عشرة الفين اتنين وعشرين الساعة واحدة بتوقيت المغرب وانتخب المغرب ان شاء الله يفوز على البرازيل ويصعد للدور القادم بعد فوزه على البرازيل النهاردة أيضا منتخب العراق كان بيلعب ضد المنتخب الإيطالي مجموعة قوية أيضا لمنتخب العراق إيطاليا وأنجولا والعراق ولكن للأسف خسر منتخب العراق النهاردة 3 مقابل لشيء نتيجة كبيرة لكن إن شاء الله يعود رجالة منتخب العراق في المباريات اللي جاية المباريات اللي جاية أيضا صعبة جدا أمام منتخب أنجولا الشرط الأول كان منتخب العراق يعني جيد إلى حد ما ولكن الشرط الثاني يعني للأسف انهيار المنتخب العراقي ولكن تحية للعيبة المنتخب العراقي ورجالة منتخب العراق وإن شاء الله يعوضوا فيه الفترة اللي جاية منتخب المغرب النهاردة بيعلن عن نفسه وبيقول لمنتخبات كأس العالم لمبطوري الأطراف أنا قادم للمنافسة على كأس العالم لمبطوري الأطراف تركيا 2022 نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخب المغرب ومنتخب العراق في كأس العالم لمبطوري الأطراف مبروك يا رجالة المغرب هارض لك يا رجالة العراق كل الدعم المساندة من قناتنا ياريت لايك وشير واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر